بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات المعهد العالي العلوم التجارية بالمحلة الكبرى معكم الدكتور نادر كحلة دكتوراه فلسفة المحاسبة والمراجعة والمكلف بتدريس مادة المحاسبة الضربية للفرقة الثالثة شعبة نظم المعلومات استكمالا لما سبق النهاردة يا شباب أو في التسجيل اللي حضراتكو هنشوفوا الوقتي احنا هنكمل مع بعض الجزء الثاني من المحاضرة الرابعة والخاصة بالضريبة على إيرادات المعنى الحر المحاضرة السابقة احنا كنا تكلمنا مع بعض على مجموعة من الأسس الخاصة بالضريبة على المعنى التجارية كلمنا على التعريفات الخاصة بيها وفرقنا بين المعنى الحرة والمعنى الغير تجارية اتفقنا أن هناك خمس شروط يجب أن ينطبقوا على الممول والذي يخضع لأحكام هذه الضريبة والمسمى بيه ضريبة المعنى الحرة اتكلمنا بعد كده قلنا أن أنواع الإيرادات عندي إيرادات دورية وإيرادات فرعية اتكلمنا على الأجزاء التي يجب أن تخصم عند إعداد الوعى الضريبة لأصحاب المعنى الحرة اتكلمنا على العفاءات اتكلمنا على كيفية تحديد الوعى الضريبة وقلنا عبارة عن سبع نقطة رئيسية متمثلة في الإيراد، المصروفات، الأرباح الرسمالية، التبرعات، المبالغ الخاصة بالنقابات، مصروفات السيارة وخسار السنوات السابقة واتفقنا أن ده بيبقى الشكل العام الخاص بتحديد صافي الربح الضريبي خدنا أول مثال، وهو كان بتاع المحامي، وعرفنا بيشتغل إزاي والوقتي هنشتغل فيه المثال رقم 3 مثال رقم 3 بيقول لحضرتك ده مجموعة من الإيرادات والمصروفات الخاصة بأحد الأطباء طبعا طبيب يعني مهنة غير تجارية إيراداته عبارة عن أتعاب كشف في العيادة خمسين ألف جنيه أتعاب كشف في المنزل عشر تلاف جنيه أتعاب عمليات جراحية سبعين ألف جنيه أتعاب عمليات جراحية الكويتي في مصر يعني العمليات تمت فيه جمهورية مصر العربية بأربعة عشرين ألف جنيه لقى أتعاب سابقة أو مستحقات مالية من عمليات جراحية سابقة من العامل سابق قدرت بـ 12 ألف جنيه الراجل ده أو الطبيب ده بيع جهاز طبي طبعا نعرفين إن بيع الأصول اللي عنده ده تمثل أرباح رقسمالية وأخيرا هناك جائزة من بحث منشور مصرفات ومرتبات ممردين مصاريف كهرباء وغاز أجهزة طبية فيه 2018 وحدد لحضراتكم نسبة الإعلاج فيها 25% مستلزمات طبية 1800 جنيه طبرعات حكومية 4000 جنيه طبرعات الجامعية مشهرة 10,000 جنيه اشتراكات النقابة 1000 جنيه إكراميات 1800 كتب ومراجع 2400 أقصات تأمين على الحياة لصالح زوجته وأولاده القصر 9,000 جنيه مصرفات بفيه 2400 أدوات نظافة 1000 جنيه مصاريف تليفونات مهنية فقط وناخد بالنا ونفتكر مع بعض المخاضرة اللي فاتت يا شباب احنا قلنا مصاريف التليفون فيها 3 أجزاء يا مهني يا شخصي يا مهني وشخصي مع بعض تسكرة سفر للخارج للسياحة أولا كده بالنسبة لإهلاك الأصول السبتة بالنسبة للأجهزة بتجيب حضرتك القانون بيقولي 8 الأصل فيه النسبة لو رجعنا كده هنلاقي 8 الأصل 40,000 جنيه والنسبة 25 نضربهم في بعض هتلاقيهم 10,000 طيب المصروفات النسرية المصروفات النسرية عندي زي ما حضراتكم شايفين اللي هي الإكراميات ومصاريف البوفيه أدوات نظافة أنا ما داشت الوقت أشتغل عليهم أو أجمعهم غير لما أشوف الجزء الخاص بإجمال المصروفات المؤيدة بالمستندات بمعنى اللي هو 4,400 جم منين؟ 1,800 تجمع عليهم 2,400 و 1,400 بضربهم في 7% إذا كانوا مقيدين بمستنداته تعال نشوف الإرادة السنوية بتاعه حطت له الإرادة بتاعه الأتعاب 50,000 أتعاب الكشفات في المنزل 10,000 العمليات الجراحية 70,000 أتعاب عمليات جراحية لمواطن كويتي 24,000 أتعاب عمليات جراحية من العام السابق 12,000 التصرف فيه جهاز طبي 8,000 الجائزة كل دي من ضمن إراداته تعال نشوف إجمال إراداته 194,000 المصروفات بتاعته الأجور والمرتبات طبعا متفقين ونفس طريقة حلنا السابق يا شباب كل ما هو يتم خصمه يوضع بين قصين طيب مصاريف الغاز والكهرباء والمية مستلزمات طبية أهلاك أجهزة طبية اللي هو العشر تلاف العشر تلاف ده أنا جيبته منين لما ضربت إجمال الأصل في النسبة اللي هو ده إجمال الأصل في النسبة طيب مصاريف تلفونات تلاتة ستتمية طب وعد يقولي المصاريف تلفونات تلاتة ستتمية إزاي وهم هنا آه لأنهم هنا بعد كده أصد تعمين على الحياة المصروفات النسرية إجمال المصروفات جمعتله كله مع بعضه تعالى بقى لجزئة التبرعات التبرعات الحكومية تخصن بالكامل أما تبرعات الجماعيات المشهرة فبيبقى لها حزبة مختلفة تبرعات الجماعيات المشهرة عشر تلاف طيب القانون قال لحضرتك أنا الوقت بجيب الصافي اللي هو بالنسبة لي الفرق ما بين الإرادة والمصرفات وانطبقها بصوا يا شباب نفس الطريقة بتاعت المثال اللي فات يمكن الجزء الخاص بضريبة المهن الحرة يعتبر أسهل شوية لأن بنوده سبتة معروفة ما بتتغيرش طيب وصلنا إنه هو الإرادة بتاعه أو الوعاء الخاص للضريبة بتاعته مثل ما حضرتكم شايفين نقدر نقسمه نقسمه زي الخمستاشر ألف الأولى معفاه الخمستاشر ألف التانية اتنين ونص خمستاشر ألف التالت عشر وهكذا هنوصل هنا ليه الشريحة اللي هي أمه 22 ونص بنحط فيها ما تبقى من وعاءه الضريبة إجمال الضريبة السنوية المستحقة عليه طبعاً احنا بنشتغل شهري فبالتالي بيتم نقسمه على 12 طيب يبقى إذن احنا الوقت قادي إراداته قادي مصرفاته طبعاً المشينا بنفس الطريقة بتاعتنا السابقة مفيش أي جديد فيها الضريبة المستحقة أو الشرائح طبعاً الشرائح يا شباب زي لا تختلف عن ضريبة المرتلات أو التمالين السابقة بالنسبة لضريبة المياه الحر التمالين اللي بعد كده رقم تلاتة ده محاسم حطيت لحضرات كل أتعاب بتاعته أو الإرادات بتاعته آسف إراداته الراجل ده بيعمل مراجعة للمجموعة من حسابات الشركات بـ 24 ألف أتعاب مراجعة حسابات مؤسسة في السعودية 26 ألف طب هو في السعودية أنا مالي لا يا بيه طالما المركز الرئيسي جوه مصر يبقى إذن يحاسب ضريبية تصميم نظام تكاليف الشركة في الكويت طيب حضرتك ده إيه لا برضو يعتبر من ضمن إراداته مكافأة للإبلاغ عن متهرب ضريبي تمام وإحنا عارفين المكافأات يتم إعفاقها أتعاب عن استشارات محاسبية مبلغ مقدم لمراجعة شركة طب هو الوقت لسه ما اشتغلش المراجعة بالنسبة للشركة دي القانون قال إحنا بنشتغل بالأساس النجبي كل ما يتم تحصيله فيه خلال العام يحاسب عليه ضريبيا راجل ده أخذ جايزة عن بحث عن التهرب الضريبي فوائد وديعة في البنك تعال نشوف مصروفاته الإيجار بتاعه ألفين جنيه شهري يبقى إذن السنة واربعة وعشرين وهو دفع ستة وعشرين أنا مليش دعوة أنا هحط له ستة وعشرين ليه بقى؟ لأن أنا بحاسب بالنسبة للمصروفات طبقا لأساس الاستحقاق مرتبات العاملين بما فيهم مرتب ابنه أنا مالي ابنه ده موظف فحاسب عليه ضريبيا أدوات مكتبية تبقى منها مبلغ خمسمية جنيه اشتراكات لنادي الصيد فواتير التليفون تستخدم معني وشخصي جزئية لو نتذكر مع بعض جزئية التلتين والتلت التبرعات للجامعيات الأهلية مستشفى سرطان الأطفال أما الباقي تبرعات عينية لجامعيات كفالك اليتيم أقصاد تأمين لصالح زوجته وأولاده القصر أجهزة كمبيوتر سدد منها النصف والباقي العام القادم بإهلاق خمسين في المية مقابل اشتراك معاش اشتراكات نقابة تعويض عن حجم قضائي وأخيرا مبلغ تم رده لشركة بدل من حساب اللي هو الشغل اللي كان متفق معا عليه طيب لو بصينا كده شباب نشوف مجموعة الملاحظات حول حل التمليد ودقى البنك أو الفوائد بتاعته اللي هي الفوائد بتاعته أهاي بتاعت البنك الأهل اللي هي مكايت موجودة من ضمن إراداته بقول لحضرتك أن دي لا تعتبر من ضمن إراداته دي حاجة شخصية أنا حاسبه عليها ليه طيب اتنين إيجار المكتب لو حضرتك بصيت كده أن إيجار المكتب في الشهر 2000 يعني في السنة 24 أنا بشتغل في الأساس النقدي يبقى أنا هشتغل على المبلغ بتاعي السنوي طيب الأدوات المكتبية هو شاري أدوات مكتبية بألفين ونصر تمام طيب فيه بوائي خمسمية أنا هشتغل على ما تم استهلاكه بالفعل اللي هو ألفين جنيه طيب اشتراكات النوادي لو بصيت كده شباب بالنسبة لاشتراكات النوادي بتاعه ألف وخمسمية أنا عايز أسأل حضرتكوا سؤال هو اشتراك النادي ده إيه علقته بشغله بيه حاجة شخصية عشان كده بقول لها تعتبر من ضمن المصروفات واجبة الخاصة طيب الجزئة برضو التانية اللي فيها شغل معانا موضوع التليفون التليفون استهلك في خلال السنة ستلاف وتلتمية جنيه طبعا طالما مهني وشخصي يبقى حيبقى جزئية التلتين يبقى حنضرب ستلاف تلتمية في اتنين على تلاتة باربعة ومتين طب لو كان مهني فقط عشرين في المية لو شخصي لا يعتبر من ضمن المصروفات واجبة الخاصة طيب تعالى بقى بالنسبة للتبرعات التبرعات هي اتناشر الف سبعمائة وخمسين هي عبارة عن الفين مئتين وخمسين جامعية اليلان الأحمر ثمان تلاف مستشفى سرطان الأطفال أما الباقي تبرعات عينية طيب أنا مقداش يحسب التبرعات غير لما أشوف صاف الأرباح الأول ماشي يا ستزة طيب كذلك الجزء الخاص بالنقابات برضو ما قدرش اشتغالها غير لما أشوف صاف الأرباح في الأول جزء اللي أنا ممكن اشتغالها قبل ما نعمل الوعاء الضريبي بتاعه التعويضات المدفوعة عشر تلاف لها تعتبر من ضمن المصروفات واجبة الخاصة دي برضو أمور شخصية المبالغ التي تم ردها لأحد العملاء لو نبص كده يا شباب بيقول لحضرتك فيه خمستاشر الف جنيه زي ما انتوا شايفين كده مبلغ تم رده لشركة بدل رد الفلوس طيب أنا النهاردة أعمل فيهم إيه دول قال للحضرتك دول من ضمن المصروفات واجبة الخصم يتم خصم خسائر السنوات السابقة بشرط أن يتم اعتمدها من مصلحة الضرائب يبقى أنا الوقتي لازم تاخد بالك لو أنا جبتها لك في الامتحان قلتلك أن الخسائر دي اعتمدت من مصلحة الضرائب أنا اعترف بيها طيب لو لم يعتمد من مصلحة الضرائب طيب ما ممكن الممول ده عاوز يعمل تغرب ضريبي وبيقول اللي هو خسر قبل كده يبقى الشرط الوحيد الأساسي هو أن يتم اعتمدها من مصلحة الضرائب طيب اللي أنا حابب أقوله لحضراتكو أن التمرين ده أنا محبتش أحط حلوه أنا حطيت لك بس الملاحظات الخاصة بيه يمكن أنا طالب من حضراتكو في الجزئية دي اللي أنت تحاول تبدأ تشتغل وتحاول تحللي الوعاء الضريبي وتحاول حضرتك أو حضرتك تتواصل معي من خلال صفحات الشخصية وتبعاتلي الحل طبعا الناس اللي بتحضر في المعهد دول بيشتغلوا أنا المحاضرات اللي هي الأونلاين دي إحنا عاملنا خاصة بالناس اللي هي بعيدة عن المعهد بتاع المحلة الجماعة بتاع الصعيد الجماعة اللي هم عندهم ظروف بتبنعهم من الخضور آآ يمكن أنا حابب أن حضراتكو تبدأوا تشتغلوا بأيديكو آآ أخيرا إحنا كده اشتغلنا مع بعض الجزء الخاص بضريبة المرتبات وإحنا قسمناهم على محاضرتين عشان التسجيل ليبقى الوقت إلى حد ما صغير حضرتك تقدر تستوعبه في النهاية حابب أن أنا أشكر حضراتكو وبقرر أسفي على الإطالة إذا كان في إطالة وبالتوفيق يا شباب إن شاء الله موفقين كان معكم دكتور نادر كحلا شكرا اشتغلنا مع بعض الشيء علم والن Leaf